عناية الرسول بتعليم أمته هل انتهيت من تجهيز حقيبتك؟ لا، أوشكت على الانتهاء حسناً، قبل أن أنسى، أود أن أسدي إليك بعض النصائح المهمة التي قد تغفل عنها في عطلتك أولاً، لا تؤخر الصلاة عن وقتها ثانياً، لا تنسى أن لا تستقبل القبلة لغائط أو بول كما أوصان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحرص على تعليم أمته وما نص الحديث الدال على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته قيل لسلمان الفارسية رضي الله عنها قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء فقال، أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي براجيع أو بعظم الرجيع هو روث البهائم وهو فضلاتها ممتاز إذن ومن هو راوي الحديث؟ هو الصحابي الجليل أبو عبد الله سلمان الفارسي وسمى نفسه ابن الإسلام أصله من فارس كان رجلا مجوسيا قويا سافر للبحث عن الحق وقرأ الكتب فتنصر ثم انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وحسن إسلامه وأول مشاهده الخندق وهو الذي أشار بحفره وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولاه عمر المدائن قالوا لعلي يا أمير المؤمنين حدثنا عن سلمان قال ذاك رجل منا أهل البيت ومن تواضعه أن رجلا اشترى علفا لفرسه فقال لسلمان يا فارسي تعال فحمل فحمله واتبعه فجعل الناس يسلمون على سلمان فقال من هذا؟ قالوا سلمان فقال والله ما عرفتك أعفني فقال سلمان لا إني أحتسب بما صنعت خصالا ثلاثا أما إحداهن فإني ألقيت عني الكبر وأما الثانية فإني أعين أحدا من المسلمين على حاجته وأما الثالثة فلو لم تسخرني لسخرت من هو أضعف مني فوقيته بنفسي مات رضي الله عنها سنة أربع وثلاثين هجرية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان كل خير تحتاجه أمته وحذر من كل شر قد يضر بأمته بالفعل فعل المسلم أن يتعبد الله في كل أحواله ويكون ذلك في صلاته وصومه وكلامه وصمته ونومه واستيقاظه وأكله وشربه وعند قضاء حاجته من التعبد لله في الصلاة الإخلاص فيها واتباع هدي النبي ومن التعبد لله في الأكل والشرب التسمية الأكل باليمين الأكل مما يليك الآداب الشرعية عند قضاء الحاجة عدم استقبال القبلة واستدبارها عدم مس العورة باليد ألا يزيل النجاسة بيمينه عدم استقبالك أو استدبارك القبلة عند قضاء الحاجة دليل على تعظيم القبلة والأمر بالاستنجاء دليل على حرص الإسلام على الطهارة والاستنجاء هو إزالة أثر الخارج من السبيلين عن مخرجه بالماء أحسنت ومما تعلمته من هذا الحديث أن أتعبد الله في جميع أحوالي وأحرص على الإنقاء عند الاستنجاء أحسنت والآن عليك بتلخيص ما تعلمته اليوم قبل مغادرتك تعلمت اليوم عناية الرسول بتعليم أمته حيث حرص على بيان كل خير تحتاجه أمته وحذر من كل شر قد يضر بأمته ومن الآداب في الأكل والشرب تعبداً لله التسمية الأكل باليمين ومن الآداب الشرعية عند قضاء الحاجة عدم مس العورة باليد ومن التطبيقات السلوكية التي تعلمناها تعبد الله في جميع الأحوال ترجمة نانسي قنقر